مشاهدينا في المملكة العربية السعودية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إليكم ملخص للأحوال الجوية المتوقعة انحصار رقعة الأمطار فرص لأمطار على منطقة الرياض والرياض سحب راضية في المناطق الجنوبية والشرقية من المملكة مشاهدينا فاصل ونواصل مشاهدينا أهلا وسهلا بكم مرة أخرى وعلى الخرائط الجوية التي تمثل أماكن هطول الأمطار نلاحظ أن هناك قيوم متفرقة في مناطق مختلفة من المنطقة الشرقية والجنوبية والجنوبية الغربية وأيضا منطقة الرياض يوم الجمعة وبالتالي هناك فرص لسقوط زخات رادية من المطر لكن يوم السبت تتناقص الأماكن وتنحسر رقعة هطول الأمطار وينحسر تأثير الأمطار فقط على منطقة الرياض والمنطقة الجنوبية وأيضا جنوب المملكة العربية السعودية لكن السبت تنحسر كليا ويبقى تأثير الأمطار على المناطق الجنوبية وبعض المناطق الشمالية الشرقية أو الشرقية من المملكة الأحوال الجوية المتوقعة هذه الليلة أجواء غائمة جزئيا في الرياض وهناك احتمال وفرصة لسقوط زخات رادية من المطر والصغر المتوقعة هذه الليلة 23 درجة مئوية الأحوال الجوية المتوقعة للثلاثة أيام القادمة يوم غد الجمعة أجواء غائمة جزئيا في الرياض أيضا هناك فرصة واحتمال سقوط زخات متفرقة من المطر ودرجات الحرارة أقل من معدلاتها العظمى المتوقعة في الرياض 32 وأثناء الليل أيضا تبقى فرصة الأمطار تبقى الأجواء غائمة جزئيا مع احتمال سقوط زخات متفرقة من المطر والصغر بحدود 22 درجة مئوية يوم السبت أجواء مشمسة بالنهار أيضا معتدلة إلى حارة نسبيا من حيث درجات الحرارة العظمى المتوقعة 35 وأجواء لطيفة بالليل والصغر المتوقعة 23 درجة مئوية يوم الأحد ارتفاع واضح على درجات الحرارة وأجواء مشمسة ومغبرة وأجواء حارة والحرارة العظمى المتوقعة في الرياض 39 درجة مئوية لكن الأجواء بالليل معتدلة إلى حارة نسبيا والصغر المتوقعة 26 درجة مئوية أما الأحوال الجوية ودرجات الحرارة العظمى والصغر المتوقعة في المناطق المختلفة من المملكة سكاكة 33-23 تابوك 36-24 وعرعر 32 إلى 21 درجة مئوية المناطق الغربية من المملكة أجواء حارة المدينة المنورة 36-26 جدة 34-25 مكة المكرمة 39-27 والطائف في فرصة لسقوط زخات رعدية من المطر 28-19 درجة مئوية المناطق الجنوبية الغربية من المملكة أجواء غائمة جزئيا بوجه عام مع فرصة لسقوط زخات رعدية من المطر الباحة 23-15 أبهة 25-13 وجازان 34 إلى 30 درجة مئوية أما الأحوال الجوية المتوقعة في المناطق الجنوبية والشرقية من المملكة حفر الباطن أيضا والإحساء أجواء غائمة جزئيا إلى غائمة مع فرصة لسقوط زخات رعدية من المطر حفر الباطن الغضمة 32 والصغرة 23 الإحساء 32-22 والدمام أيضا غائمة جزئيا مع فرصة لسقوط زخات رعدية من المطر العظمى 30 والصغرة 23 درجة مئوية الأحوال الجوية المتوقعة في المناطق الوسطى ومنطقة الرياض أجواء غائمة جزئيا مع فرصة لسقوط زخات رعدية من المطر حائل العظمى 29 والصغرة 19 بريدة 30-22 والرياض 32 إلى 22 درجة مئوية مع زخات متفرقة من المطر على فترات بإذن الله أعزائي المشاهدين في المملكة العربية السعودية شكرا لمتابعتكم ونتمنى لكم أوقاتا سعيدة وتحية لكم من طقس الهرب ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر